شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوية وذلك في إطار خطة التدريب القطالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشتوعين والتقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات كذلك استعراض عدد من الأنشطة العملياتية لمجابهة هجمة جوية معادية وفقا لمنظومة العمل المشترك بالأسس العلمية المدروسة وأشهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز والكفاءة القطالية العالية الذي ظهر عليها رجال القوات الجوية والدفاع الجوية